موسيقى أهلا وسهلا فيكم من الجديد ومطبخ رؤية هلأ وصلنا لفقرة التغذية ورح نحكي اليوم عن البقدونس مع الدكتورة روبام شرباش أهلا وسهلا فيك أهلاً 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 ورمان أهلاً ورمان أهلاً حبيبتي تمام البقدونس والكزبرة يعني لا تخلوا أكله يعني إذا ما حطينا بقدونس نحط كزبرة أو نحط التنتين أو يعني نقدح بالكزبرة زي ما دائما نعمل وفي ناس مرضو بستعملوا البقدونس برضو للتزيين زي ما عملت طيب وزاكي ومفيد نحكي شوي عن فوائد البقدونس بالبداية هلأ البقدونس والكزبرة هم كتير متشابهين يعني مش كتير في فرق بناتهم بالطعم وبالريحة يعني وإيش بنقدر نستخدم هون وهون هلأ البقدونس والكزبرة تعتبر من الخضار الورقية اللي إحنا دائماً منشجع على تناولها يعني إحنا دائماً بعلم التغذية بنحكي لون صحنك يعني إيش ما هقدرت تدخل بأنواع الخضار وألوانها كل ما كان إلها فائدة بتختلف عن الفوائد الثانية هلأ اللي بميز البقدونس والكزبرة أول إيش إنهم عالية جداً بفايتامين كي كمان فيه فيتامين سي عالية جداً يعني الناس ما يفكر فيتامين سي بس موجود بالبردقان والجريب فروت والهي فيتبر من البقدونس بالضبط ففيه نسبة عالية من البقدونس فيها فيتامين سي فممكن ورات الأولاد اللي بيغلبوا بالأكل ما بيحبوا الفواكن يقدر نلقي لهم فيتامين سي بالمحلات طيب فيتامين كي بإيش بفيد هلأ فيتامين كي كتير مهم لألتقام الجروح يعني عادة لما الواحد ينجرح أو كذا فيعنا فيتامين كي مهم لتكوين هذول المواد لما يسكر الجرح فمس بدنا ننتبه كمان فيه ناس مثلا بيخبطوا بأي شي بيطبقوا بيطبقوا فيتامين كي بيخليهم لألتقام الجروح والهي هادة كتير هاي أهم وظاق فلا فيتامين كي بس كمان فيتامين كي بتنا ننبه انه الناس اللي عندهم مشاكل بياخدوا مميعات الدم ما لازم يزيدوا الخضارة الورقية بكميات مش متعودين عليها يعني فجأة ما بياكل تبولة يسير يأكل صحنين ثلاثة تبولة مثلا ليه؟ لأنه عادة الفيتامين كي بتعارض مع مميعات الدم طبعا لأن فيتامين كي بيشلط الدم بذلك بميع الدم فهدولة يعني اوكي هو مفيد جدا ولكن في بعض الأشخاص اللي بياخدوا هاي الأدوية إذا هو متعود دايما ياخد تبولة أوكي بس ما يزيد فيتامين كي فجأة زيادة عن اللي هو متعود عليه اللي المفروض مظبوط ياخده دايما طيب وكمان في عنا الفوليك أسيد دائما احنا منشجع الحوامل بأول ثلاثة أشهر من الحمل يركزوا على حمض الفوليك اللي هو من الفيتامين المهمة جدا لتكوين النخاء الشوكي والدماغ والجهاز العصبي عنده البيبي بأول ثلاثة أشهر فمنشجع دائما الحوامل انهم يتناول الخضار الورقية بشكل عام وبدخل من ضمنها البقدونس والكوزبرة وفيهم كمان الزيوط الطيارة والمواد المضادة للأكسادير وفيه اشي بميز شوي الكوزبرة أكتر شوي من البقدونس برضو البقدونس نفس الفائدة بس الكوزبرة أكتر إنه كتير مفيدة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم أوكي فأصلا البقدونس عالي جدا بالبورتاسيوم وهذا مهم جدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم وعن الكوزبرة في عدة دراسات أشارت إنها ممكن تساعد المرضى السكري لتنظيم نسبة السكر في الدم فممكن أكلهم حتى على السلطة إذا بدهمش يحطوا خاص لحال يحطوا خاص مع كوزبرة مع بقدونس برضو هذا بساعد إنه ينظم نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم فهدول الفوائد اللي أكتر إشي موجودين فيها كتير حلو طيب بس مثلا لو نحكي عن الكوزبرة وعن البقدونس نحن ما مناكلهم بكميات إلا التبولة طبعا لأن التبولة نقدر ناخد مثلا بالصحن رح يكون كله بقدونس مع شوية بلغورش وبدور بس دائماً آه بس القلية البندورة مش قلية البندورة في السلطة اللي بنعمل فيها بندورة مع كوزبرة مع هاا بس شوفي اللي اكتر أكل فيه كوزبرة بصراحة الأكل المكسيكي بالهندي بس برضو يا جماعة قد ما حطتك كوزبرة أنت لا تحطي رشي إذا أريد أن نأخذ هذه الفوائد، يجب أن نأخذ بأدونس، لماذا تضمتك بأدونس في اليوم؟ نرى أنه يعتمد أيضاً كيف تعزز لنظام غذائك بشكل عام، يعني ممكن شوية كوزبرة من هون، شوية بأدونس من هون، مع نوع بأنواع الخاسية هي المبدأ الخضاري الورقية، العالية جداً بالمواد المضادة للأكسدة، فإنه ندخلها بنظامنا الغذائي، يعني مش ضروري سلطة بس خس وخياره بندورة، ممكن نصير نحط فيها جرجير، برضو بتساعدك أنه أنت تأخذ هالفوائد بالضبط، يعني ما أكتفي أنا بشوية البأدونس اللي برشهم على وجه الطبخة أو على هذا، صح، نحاول ندخلها بالسلطات، ندخل أكتر بالسلطات، وننتبه كمان الأشخاص اللي عندهم دايماً هبوط بالسكر في الدم أو بيأخذوا أدوية كتير، كمان ما يأخذوها من زيادة عن اللزوم، يعني كمان لأنه الكوزبرة بتنزل السكر، هلأ هي مفيدة لمرضى سكري، بس برضو إذا هو دائماً عنده هبوط بالسكر أو مش منتظم، ينتبه لهاي الكميات، وفي أشي البأدونس كمان ما نكتر منه، في أشياء كتير إلها فوائد، بس مرات بتعارض، يعني مثلاً البأدونس كنت عم بحكي الصبح عن مرضى الكلا، البأدونس عالي جداً بالبوتاسيوم، فهو مفيد أوكي لكتير من الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض قلبه كذا، بس إذا عنده البوتاسيوم عالي بالفحوصات الطبية، بديه مثلاً يقلل من تناول بأدونس، أوكي، طيب، كتير من الناس كانوا يغلوا شرائق يغلوا البأدونس، آه، ويصفوا ويشربوا ميت البأدونس، وكانوا يقولوا إنه فيها كتير فوائد للبشرة للجلد، هل هذا الحكي صحيح؟ ما في مشكلة، لا، بقدر، بس بتروح الفائدة الجزائية، لما تغلي ميت البأدونس، إنتي البأدونس وأخذت المية، هل بأخذ الفوائد؟ مثلاً، بيشجع كتير ناس أنه يشربوا مية أكتر، يعني فيه ناس بتلاقيهم بشربوا أكتر مية، إذا نقعوا الخضرة أو إذا أخذوا فوائد، سوائد، بأخذ سوائد مفيدة بالآخر، بس مثلاً، في بعض الفيتامينز اللي بتتأثر زي فيتامين سي، بس بوتاسيوم، المعادن ثاني بتنزل بمية السلق أو الغلي، نستفيد منها أيضاً، نستفيد منها، نستفيد منها، على حسب نوع الفيتامين، فيه فيتامينز كتير تتأثر بالحرارة، مثل السي دائماً، والأكسجين، وعلى حسب نوع هذا الفيتامين، بيظل فيه نسبة فوائد، بس ما زي لما تأكل أكيد خضار ورقية لحالها، لأنه كمان الألياف، اللي إليها دور كتير كبير، ما بتحصل عليها في مية البأدونس، صح، مية بالمية، بس تعملي سلطة، سوربة، تستفيد طبعاً، طبعاً، هذا الحلو، إن البأدونس، فعلاً، تبولي حلت لنا الموضوع، بالنسبة للكزبرة، هل تذكرت أنا مرة دوقت، سلطة كزبرة كتير زاكية، بصلة بتقسميها صغير صغير، وكزبرة كتير، لا لا، كزبرة وبصل، وتحط عليهم لمون، وزيت زيتون، وشوي مليح، كتير زاكية، تعملوا سلطة جرجير مثلا، تشبعها، وصيلة زاكية، فيه سلطة البندورة، والكزبرة، طبعاً، شو متذكرتها، وفيه ناس، وفيه ناس مرات بعملوا، زيت تبولي، بحطوا بأدونس، وكزبرة، ونعنى، يعني أنا بعمل سلطة برغل، وعملناها هون على الهواء، فيها ضمة بأدونس، ضمة كزبرة، يعني هيك، ممكن تأخذي، وحطيناها مع البرغل، فائدة، كلها فوقت، فائدة، بس فيه للمرضيعات مثلا، في بعض الأعشاب، ممكن تأثر على إدرار الحليب عند تحمل، وهل بأدونس، إنه لا يكون زيادة عن اللزوم، والله، يعني تكونش تبولي كتير، يعني آه، يعني مش إنه ممنوع، ولكن مش بكميات هائلة، فيه أعشاب بتمنيح على الإدرار الحليب، زي الحلبة، والشومر، وهاي الأشياء، وفيه أعشاب، ممكن مية بالمية، طيب، تمام، إذن هلأ بننا تشكرك، شكراً لك، ترجمة نانسي قنقر